علي اللي عنده سنتين ونص كان بيلعب قدام بيتهم مع الولاد وأمه وطنمين عليه ولما جات تدور عليه شانتدخلوا المغرب بدا ما لقيتوش سألت علي أبوه قال لها ما شفتوش وهو كان بيلعب كله بقى يدور والقرايب والجيران وكله ينده يقول يا علي وعلي مش لقيينه وغد بتلوا عبارة البلد وأمه بيدوروا عليه وافتكروا إن فيه في البلد بحر صغير كده بيسموه ترعة كبيرة فبصع على البحر ملقوش حاجة انبسط إنه هم الواحدة بيش موجود فيها وقالوا ده تاه جوا البلد فضلوا يدوروا ودوروا ملقاش وليل ليل رحوا يبلغوا الشرطة قال لهم دوروا وبعد 24 ساعة لو مرجعش هندور لقوا عليه للأهل فضلوا يدوروا طول الليل بلقوش حاجة فقالوا من نهار طلع لقوا اللي بيقولوا الحقه فيه جسة عائل لقوها بس بعيدة عن البلد ومرمي في الترعة على بعد حوالي 1200 كيلو الناس قالوا بجسة عائل نشوف مين راح الأب يبص ولأ الجسة دي هي جسة ابنه علي اللي عنده سنتين ونص قالوا ده هو يبقى غرق والماء ياخدته بالمكان دوت وراجل يعني استعوذ ربنا وجاله أمر والدفن ودفن الولد ولكن فيه في البلد واحد أم مجامعة عقليته متفتحة وقال لهم يا جماعة الماء ما بتجريش بالطريقة دي عشان تاخد جسة البلد واتديها المسافة دي كلها الولد ده متاخد بالإيد من البلد وحد غرقه بره البلد قال الأب بدأ بمدماغه تلف برده وفكر في الكلام لقايا عائل لكلام واضح وموزون فراح بلق وقال لهم أنا شاكك أني ابني في حد وراء موته بدأت التحاريات والناس تسأل وتدور في الكاميرات وكانت المفاجأة إمام الجامعة قاعد فيه مع أولاده ببيته اتفاجأ أن الشرطة جاءت خبط عليه بتقول له إحنا جاي نقبط على بنتك بنتي أنا أيوة عميت إيه قالوا له هي اللي وراء موت الولد الصغير إمام الجامعة استغرب بنتي أنا اللي موت وراء البلد الصغير ده أنا حكمت على اللي هيطلع أنه وراء الموت الولد أنه هيتغرب من البلد ويعودش فيها راح مع بنته للنيابة وتأكد فعلا لما لقوا كاميرات البنت مسكة إيد الطفل بإيديها وخرجت به براء البلد وبسؤال البنت قالت أنه فيه واحد كانت تعرفه اللي هو ساكن في بيت قدامها والولد دوت بينها وبينه علاقة عاطفية البنت دي عندها 15 سنة والولد أكبر منها في سنتين فبينهم علاقة عاطفية وبينهم مرسلات بالتليفون وبتطلع على سطحه وقدمع على سطحه لقصدها بيشوروا البعض وبينهم علاقة أطفال صغيرين لسه يعتبر ولكن هم فكروا تفكير ناس كبار ومجرمين البنت والولد لما كانوا بيشوروا البعض شافت الكلام ده أم الطفل الصغير فحذرت أم البنت وقالت لها خلي بالك مع بنتك دي عاملة علاقة مع الولد اللي قدامنا خذي بالك على بنتك ده كل اللي قالته خايفة على البنت وأي واحدة ممكن تعمل كده ولكن عقل العيال ما بقاش عيال الأم ضربت البنت الصغيرة وعقبتها حتى ما قالتش للشيخ الحكاة دي الشيخ معرفش حاجة بغاية لعملها الشرطة جيت أخد بنته والبنت قالت إنه هو الولد ده تقال لها لازم نعاقب أم الولد اللي عملته فينا لأننا كمن أهل عقبوني ولازم أردلها اللي عملته فيها هاد عامل إيه قال لها هاتيلي الولد بره البلد وأنا هستطرف هتوهه في حتة وهي تدور عليه براحتها بقى عشان تبقى تبلغ عننا ولا تفتن علينا تاني البيت صدقت الكلام وقابت الولد من إيده وسلمته للولد لحبيبها بره البلد وهي فاكرة إنه هو هيتوه ومتعرفش اللي هيعمله حبيبها خاف فاحسن الولد يجوء يعني يحكي ويقول إنه هو كان معايها وكان معايه أما رميه في الترعة ورجع ولا جاب سيرة لحد طبعا والموضوع لأيسا إنه هو ينتيع على كده ولكن التحريات والكاميرات أثبتت إن موت الولد دوت كان وراه البنت اللي عندها 15 سنة والولد الأكبر منها بسنتين واللي هم واحد فيهم ابن عم الولد اللي مات ولكنه ما خدش فيه أي رحمة ولا أي رأفة به ولبصلت حتى القرابة اللي بينهم كل اللي فكر فيه إنه ينتئم من أم الولد اللي فتنت عالية في نظرهم وقالت إنه هم بينهم علاقة عاطفي كان الأمر ممكن ينتيع لأدى كده بعقاب الإبن والبنت ولكن تفكير الأطفال ما بقاش أطفال خدوا بالكم من ولادكم الدنيا اتغيرت عن زمان استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته